اشتركوا في القناة بغية توفير منبرا لفتح قنوات حوار غير مسبوقة بين الفنانين والمؤسسات وممثل شركة المالية حول اهمية الاستثمار في الثقافة وقد اكدت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والاثار الشيخ مي بنت محمد الخليفة في مؤتمر صحفي بمتحف البحرين الوطني مثالية توقيت تنظيم مؤتمر دولي بهذا المستوى العالي على ارض المملكة وما تحتويه من مشهدنا فني نابض بالحياة والعديد من المشاريع الطموحة في مجال ثقافة كما اكدت الشيخ مي على جوهرية الاستثمار الثقافي في تحفيز الاقتصاد الوطني وتهيئة المزيد من فرص العمل الواعدة للشباب البحريني الطموحة الاستثمار في العقار لم يعد موضة أو لم يعد درجا الاستثمار في الثقافة هو الذي يعود بمردود أكبر على الاقتصاد القومي والوطني ولدينا في البحرين تجربة رائدة في الاستثمار في الثقافة لنوظف المواقع الأثرية ومعالم البحرين لكي تكون معلما يزار دائما نتكلم عن تكامل الثقافة والسياحة ولابد أن نسعى لكي تكون مواقعنا في أجمل صورة لكي تستقبل سياحة نوعية هذا المؤتمر يتكلم عن فرص عمل يتكلم عن بعض المباحث التي يتطرق إليها المشاركون هناك ورش وهناك شخصيات عالمية استضافة غرفة تجارة وصناعة البحرين عددا من ورش العمل المتخصصة في قطع الاتصالات والتكنولوجيا وتقنية المعلومات التي ينظمها كل نأم من مركز مبادرات المشروعات بالغرفة وبالتعاون مع البحثة التجارية التايوانية تحت عنوان تايوان والحلول الذكية عن طريق تقنية المعلومات واستهدفت هذه السلسلة من ورش العمل التي يتم تنظيمها لأول مرة بالمملكة التطرق للحلول الذكية في مجال تقنية المعلومات والسياحة والخدمات الطبية وغيرها من القطاعات كما تضمنت الفعالية عشر جلسات نقاشية مقسمة بواقع خمس جلسات لبحث الحلول التقنية الذكية وأهم الممارسات المعمول بها بمختلف القطاعات على الصعيدين الحكومي والخاصة وقد ساهمت الورش في الارتقاء بمهارات وخبرات رواد الأعمال وممثل القطاعات الاقتصادية والمشاريع التجارية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وتقنية المعلومات وطلبة الجامعات وكافة المشاركين واستعراض التجربة التايوانية في هذا المجال اشتركوا في القناة